شكراً جيداً ولكن بالنسبة للآن كان الإقبال أقل بسبب وضع الناس المختلف من قل الدخل من عدم صرف الرواتب من وضع الناس السيئ بشكل عام من جميع الاتجاهات مقارنة بالأعوام السابقة تشهد الأسواق هذا العام ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار ملابس العيد وهذا الارتفاع يتزامن مع ظروف معيشية ومادية صعبة يعيشها المواطنون في شبوة تجار الملابس يرجعون سبب هذا الارتفاع في الأسعار إلى انهيار العملة المحلية واضطرارهم للشراء بالعملات الأخرى بالنسبة للإقبال هذا السنة هو يختلف عن السنوات الماضية نظراً لتدهور العملة أول شيء ونظراً لأن التجار لازم يبقى بالعملة الصعبة نظراً لتدهور العملة المحلية في السوب وكان الإقبال ضعيف يعني ومش زي كل سنة بات المواطنون بحاجة مست لفرحة تنسيهم ضيق الحال وسوء الواقع الذي يعيشونه وتبقى الفرحة بقدوم عيد الفطر منقوصة وغير مكتملة بسبب الحالة المعيشية التي حولته إلى أزمة يراها المواطن ثقلاً جديداً